مرحبا بكم جميعا اليوم سوف ندرس درس الجهد الفعلي لغشاء الخلية Action Potation بطريقة سهلة جدا أرجو منكم متابعة القناة وشكرا هي بنا لنبدأ شيء عجيب فعلا كيف أنه الدماغ بيرسل أوامر للجسم بسرعة خيالية يعني من لحظة ما الواحد يلمس شيء ساخن لحد ما يصحب إيده كل هذا بيصير بأجزاء بسيطة جدا من الثانية اليوم رح نحكي عن قصة هاي الإشارة الكهربائية اللي بتخلي كل شيء ممكن وهون بيجي السؤال المهم كيف ممكن دماغ يترجم فكرة مجرد فكرة لحركة بهالسرعة الجواب موجود بشبكة الاتصالات المذهلة اللي داخل الجسم شبكة كاملة معتمدة على نبضات كهربائية صغيرة جدا بتسافر عبر أسلاك حية أسرع من البرق بطل قصتنا هو هاد العصبون أو الخلية العصبية هاي الخلايا هي الأسلاك الحية اللي بتنغل الرسائل من الدماغ وإليه وبتسمح لنا نفكر ونحس ونتحرك خلينا نبدأ رحلتنا بالجزء الأول إسلاك الجسم الكهربائية طيب كيف تشتغل هاي دقائر البيولوجية؟ القصة كلها كهرباء بس مش زي كهرباء البيت هاي كهرباء كيميائية حية مزيج فريد من الأيونات المشحونة والطاقة البيولوجية اللي بتشغل كل أفكارنا وحركاتنا وهلأ للجزء التاني بطارية الحياة المشحونة قبل ما العصبون يقدر يطلق أي إشارة لازم يكوني بحالة استعداد تام تخيلوا بالضبط زي بطارية مشحونة بالكامل جاهزة ومستنية هاي الحالة الأساسية اسمها جهد الراحة وهي أساس كل شيء رح يجي بعدها طيب كم قيمة هالشحنة؟ سالب 90 ميلي فولت هلا ممكن هالرقم يبين صغير؟ الميلي فولت هو واحد على ألف من الفولت بس بعالم الخلايا هاد الرقم ضخم معناه أنه داخل الخلية شحنته السالبة بقوة مقارنة بالخارج وهذا بيخلق توتر كهرجائي زي زنبرك مضغوط جاهز ينطلق بأي لحظة وهاد مش مجرد كلام نظري مثل ما منشوف بالصورة العلماء بيقدروا يقيسوا هالجهد بدقة مذهلة كيف؟ عن طريق إدخال قطب كهربائي صغير جداً جوا الليف العصبي يعني إحنا بنحكي عن شحنة حقيقية وملموسة وهي أساس نظام الاتصالات بأجسامنا طيب كيف تتكون هاي الشحنة السالبة؟ السر هو التوزيع غير المتساوي لجزيئات صغيرة مشحونة اسمها آيونات وأهم اتنين هم الصوديوم والبوتاسيوم تخيلوا إن الخلية محتفظة بكمية كبيرة من البوتاسيوم جواها وبنفس الوقت فيه كمية كبيرة من الصوديوم بتسبح برا الطبيعة بتحب التوازن فكل واحد فيهم بيحاول يتحرك من المكان اللي تركيزه فيه عالي للمكان اللي تركيزه فيه قليل بس غشاء الخلية بيوقف حاجز بينهم وبيحافظ علىها الاختلال الضقيق وهون بيجي دور البطل الخفي مضخة الصوديوم والبوتاسيوم فكروا فيها كأنها حارس أمن نشيق جداً على بوابة الخلية هاي المضخة بتظلها شغالة طول الوقت وبتستخدم طاقة عشان تطرد ثلاث أيونات صوديوم موجبة لبرة مقابل إنها تدخل أيونين بوتاسيوم موجبين بس النقطة الحاسمة هي هاي المعادلة الغير المتساوية ثلاثة موجب لبرة مقابل اثنين موجب لجوه مع كل دورة في خسارة صافية لشحنة موجبة واحدة من جو الخلية هذا الشغل المستمر والدقوب هو اللي بيخلي داخل الخلية سالب وبيحافظ على البطارية مشحونة وجهزة دائماً عشان تطلق الشرارة الجاية هلأ بعد ما شحننا البطارية صار وقت الجزء الثالث شرارة الكل أولا شيء شو بالضبط بيصير باللحظة اللي بيقرر فيها العصبون يطلق إشارته هاد هو الحدث الرئيسي اللحظة الادرامية اللي اسمها جهد الفعل هادا الرسم البياني بيحكي القصة كلها لاحظوا كيف بتبلش الإشارة عند سالب 90 ملي فولت وفجأة بتقفز لقيمة موجبة بمرحلة إزالة الاستقطاب وبعدين بتهبط بسرعة بمرحلة إعادة الاستقطاب هاي الموجة الكهربائية السريعة اللي بتاخذ أجزاء من الألف من الثانية هي نفس الإشارة العصبية القصة بتبدأ بإزالة الاستقطاب لما يوصل محفز كافي للعصبون جهد الغشاء بيبدأ يرتفع يعني بصير أقل سالبية وإذا وصل هذا الارتفاع لمستوى معين اسمه العتبة بصير شيء مذهل خلينا نركز على اللاعب الرئيسي بهالعملية قنوات الصوديوم تخيلوها زي بوابات حساسة جدا للشحن الكهربائية بحالة الراحة زي ما بنشوف هون بتكون مسكرة بإحكام وبتمنع الصوديوم اللي برا من إنه يدخل لكن بمجرد ما نوصل للعتبة هاي البوابات بتفتح فجأة وبسبب تركيزه العالي برا وجاذبية الشخن السالب جوه بصير فيضان من الصوديوم الموجب لداخل الخلية هذا التضفق هو السبب الارتفاع الصاروخي بجهد الخلية اللي شفناه بالرسمة بس هالانفتاح سريع جدا بأجزاء من الألف من الثانية وزي ما بنشوف هلا في بوابة تانية بالقناة نفسها بتسكر وبتوقف التضفق تماما هاد الإغلاق الفوري مهم جدا عشان يضمن إنه الإشارة تكون قصيرة وحادة ويسمح للنظام يجهز حاله لا يعيد ضبط نفسه وهاد بيوصلنا لمبدأ أساسي الكل أو لا شيء الموضوع زي كبسة الضوء يا إما بتكبس بقوة كافية عشان الضوء يشتغل يعني بتوصل للعتبة أو لا ما فيش إشي اسمه ضوء خفيف نفس الشي هون إذا المحفز وصل للعتبة الإشارة بتنطلق بكامل قوتها إذا ما وصل ما بيصير أي شيء كل إشارة هي انفجار كامل القوة وهلأ منوصل للجزء الرابع إعادة ضبط النظام بعدها الانفجار الكهربائي الكبير الخلية لازم ترجع بسرعة لوضعها الأصلي عشان تكون جاهزة للإشارة الجاية طيب كيف بتصير عملية إعادة الضبط السريعة هاي؟ بنفس الوقت اللي بتذكر فيه قنوات الصوديوم بتفتح مجموعة تانية من القنوات قنوات البوتاسيوم هاي القنوات بتسمح لأيونات البوتاسيوم الموجبة تطلع من الخلية وهذا اللي بيرجع الشحنة جوه لسالب مرة تانية وبرجع الجهد لمستوى الراحة هاد هو الهبوط الحاد اللي بنشوفه بالرسم البياني وبالآخر بترجع مضخة الصوديوم والبوتاسيوم بتشتغل بكل قوتها عشان تنظف الفوضى بترجع بتضخ الصوديوم اللي دخل لبرة وبترجع البوتاسيوم اللي طلع لجوه وبترجع كل إشي زي ما كان جاهز للإشارة اللي بعدها كل هاد بصير بنقطة واحدة على العصبون بس السؤال هو كيف الإشارة بتقدر تسافر مسافات طويلة زي من إصبع الرجل للدماغ بهالسرعة الجسم طور حل هندسي عبقري لها المشكلة والحل هو غمد الميالين هو عبارة عن طبقة دهنية عازلة بتلف حالة حول محور العصبون بالضباب زي العازل البلاستيكي اللي حول سلك الكهرباء وهذا العزل بيمنع الشحن الكهربائي إنه تتصرب والفرق اللي بيعملوا هذا العزل صراحة مو طبيعي زي ما منشوف بالجدول الإشارة بالألياف المعزولة بالميالين ممكن توصل لسرعة 100 متر بالثانية يعني حوالي 360 كيلو متر بالساعة هاد أسرع بأكتر من 400 مرة من الألياف اللي ما عليها عزل وسر هاي السرعة موجود هون الميالين مش غلاف كامل في فجوات صغيرة اسمها عقد رانفية فالإشارة بدل ما تمشي شوي شوي على طول المحور هي فعليا بتقفز من عقدة للتانية هذا اسمه التوصيل القفزي وهو مش بس بيزيد السرعة بشكل هائل كمان بيوفر كمية كبيرة من الطاقة بالنهاية هاي العملية الكهربائية الصغيرة هي أساس كل شيء من نعمله ومن حس فيه فكروا فيها لما طبيب الأسنان يعطي بنج للفك هو بكل بساطة بيستخدم دواء بمنع قنوات السوديوم هاي إنها تفتح فبيوقف إشارات الألم الكهربائية هذا التحكم البسيق بيطرح سؤال أعمق إذا كانت هاي الشرارة الصغيرة هي جوهر تجربتنا الواعية شو هي حدود قدرتنا على فهمها والتأثير عليها وحتى تعريف أنفسنا من خلالها ترجمة نانسي قنقر